السلام عليكم اليوم بهذا الفيديو بدي شارككم متل ما وعدتكن بالخطة اللي حطيتها لحفظ عشر أجزاء من القرآن الكريم خلال سنة الـ 2019 إن شاء الله أول شي أنا مبتدئة يعني ما عندي خبرة بهذا الموضوع فهي المعلومات كلها طلعتها من بعد البحث يعني فعندي كتب يعني بتحكي عن الموضوع وشفت كمان على اليوتيوب لمشايخ معروفين وبالإضافة لنصائح اللي أعطوني يا رفاقات اللي حفظوا القرآن والمعارف اللي بعرفون فجمعت هاي المعلومات كلها وحطيت هاي الخطة فيمكن ما تكون خطة مثالية بس بالنسبة لأيلي لأيتها مناسبة وممكن مع الأيام إذا لأيت فيها شي بدو تعديل بعدله بس ما بدأ أيان هيدا اللي ناوية أمشي عليه فالخطة هي إنه أحفظ كل يوم صفحة وج واحد يعني من القرآن لمدة خمسة أيام فبالإسبوع الواحد بحفظ خمس صفحات وبوقف يومين عن الحفظ فهي عندي يوم ما بالأسبوع ما بحفظ فيهم حفظ جديد وهيك بكون بحفظ يعني عشرين صفحة بالشهر أو يعني تقريبا جزء بالشهر فبهالطريقة بخلص إن شاء الله عشر أرزاء خلال عشر شهور بالنسبة للمراجعة المراجعة يومية فكتير بيركزوا على هذه النقطة إنه المراجعة تكون يومية مش أسبوعية يعني مش تخلي المراجعة بس يوم بالأسبوع لازم كليوم تراجعي فحاطين قاعدة يعني تعتبر مهم كتير وهي إنه ما تخلي يمروا عشر تيام على حفظكم يعني ما تخلوا عشر تيام يمروا على حفظكم بدون مراجعة فقد ما كان حفظكم قليل كتير جزء جزءين عشرين كرآن كله فلازم تراجعي خلال فترة أقصاها عشر تيام فمثلا إذا كنتي حافظة مثلا 30 جزء كلهم بتقصميهم على الأيام فكتلات أجزاء كليوم لمدة عشر تيام بتكوني خلصتي مراجعة كل حفظك فبالشهر يعني هيتراجع معيك ثلاث مرات فهيدي نقطة كتير بيركزوا علي عشان يكون الحفظ متين وما ينتسع وما يتفلت منك بالنسبة للحفظ يعني لمراجعة اللي هيتبعها أنا إن شاء الله يعني أول فترة هيكون حفظة الأديم هيكون قليل يعني بعد نبلشي جديد فبراجع كل يوم مبدئيا عشر صفحات من حفظة الأديم قبل ما بلش حفظ بالصفحة الجديدة فهيدي قبل ما يكون حافظة خمس أجزاء لما وصل لمرحلة حافظة خمس أجزاء بلش راجع كل يوم جزء واحد كامل فمسلا حتى وضحتكم فكرة المراجعة مثلا لما يكون حافظة ثلاث أجزاء لما إن شاء الله يصير حافظة ثلاث أجزاء بقصمون كل يوم مثلا نصف جزء هيك بست أيام بخلص مراجعة لثلاث أجزاء فحتى أوصل للخمس أجزاء بقصم حفظة على العشر تيام وإن شاء الله لما وصل لخمس أجزاء وما فوق بصير براجع جزء كامل يوميا يعني المراجعة بصير شوي مكسفة أكتر يعني خلال خمس تيام بكون مراجعة الخمس أجزاء ولما وصل لاخر السنة ويكون حفظت 10 اجزاء هيك خلال 10 ايام بكون مراجعتهم كاملين 10 اجزاء فانشغل تكون وضحت الفكرة بتخيل فكرة بسيطة بس اكد اول فترة مثل ما قلت لكم حيكون حفظكم القديم مش كتير يعني هتكون كميته اليلي مثلا ممكن تكون حافظة 15 صفحة 20 صفحة فهول بتراجعهم بفترة كتير اصيل اكد مش هتقصمي هون على 10 ايام فاذا حافظة مثلا 20 صفحة راجعيهم بيومين 10 صفحات كل يوم فكل يومين عم بتراجعوا معي كاملين كتير بيثبت الحفظ وبيصير متين ان شاء الله وما بينتزم فهي بالنسبة لخطة الحفظ وهلا رح احكيكم عن شوية نصائح للحفظ وبعدين نصائح للمراجعة وبالنسبة لنصائح الحفظ اللي يعني لقيتها مهمة اول نصيحة هي انه تغيري اناعاتك السلبية ففي كتير ناس بيقولوا لحالهم انه عندهم يها اناعة يعني من هني وصغار انه انا ذكرت ضعيفة وانا ما بحب الحفظ وما بقدر احفظ يعني بيعتبروا انه في ناس عندهم قدرة على الحفظ وناس ما عندهم كل الناس عندهم هاي دي القدرة بس في ناس بيستعملوها وبيمرنوها يعني يعني يعتبروها مثل كأنه عضلة عم تتمرن فكل ما حفظتي اكتر كل ما بتصير قدرت يقع الحفظ اسرع بس كل العالم عندهم القدرة لانه يحفظوا وكامل حط ببالك انه يعني قدراتنا العقلية اللي منستخدمها بس واحد بالمية من القدرات فيعني القدرات العقلية اللي عنا ربنا اللي عطينا اياها كتير كبيرة واكتر ما نحنا بنتخيل فمسلا هيدا الكتاب اللي حكيتكن عنه فهيدا النصائح منه يعني بيشبه العقل إذا شبهني مثلا الكمبيوتر إذا أقوى كمبيوتر بالعالم شبهني بمنزل من طابقين فعقلك إذا بدك تقارني بالكمبيوتر يعني هيدا عشان المؤارنة عشان تقاربه يعني فعقلك بيكون مثل كأنه ناطحة صحة من مية طابق مؤارنة ثان مع أقوى كمبيوتر بالعالم ففيك تتخيلي قدرات عقلك كتير كبيرة هاي بالنسبة لأول نصيحة فهيدي أهم شي هايدي أهم يعني من كل النصائح وهي إنه طريقة تفكيريك بنفسك يعني كل ما كان ساعتك بنفسك أعلى وبقدرتك على الحفظ كل ما بتكون عجلها الشي بنعكس على استمراريتك وعلى الفترة اللي بتحفظي فيها الصفحة بالنسبة لتاني نصيحة وهي ضرورية كتير هاي من النصائح فيك تعتبرية يعني التطبيقية أو التقانية بالحفظ قبل ما تبلشي حفظ لازم تسترخي فالكاتب الكتاب اللي فرجعتكنيين مرة الماضية هلا بجعب فرجيكنيين بيقول إنه لازم تحفظي وانت بالمرحلة ألفة فالدماغ في عنده ثلاث يعني أو أربعة مراحل من الزبزبات فبيقصون هون يعني بطريقة معينة فالمرحلة بيتها هي المرحلة اللي بيكون العقل فيها كتير متوتر بحالة يعني يعني متنشط وعفي كتير أفكار وعنده متل حقل التأهب متل كأنه بحالة خطر ودفاع عن النفس فهي المرحلة بيتها ما فيه الواحد يحفظ فيها والحفظ فيها كتير سيء وما بيثبت وبينتسد غري وبيقول إنه كتير ناس بيحفظوا بهي دي المرحلة وهي كتير شغلة غلاط وبتخليك تتأخري لتحفظي يعني مثلا صفحة بدلا ما تاخد معك مثلا عشر دقاي بتفسير تاخد معك نص ساعة إذا كنتي عم تحفظي وانت بالمرحلة بيتها فلتفوتي بالمرحلة ألفا واللي بتعتبر حالة التعلم المثالية وهي حالة من الاسترخاء يعني بدك يعني يعني اللي تعطي حالك يعني دقيقتين قبل ما تبلش يحفظ تتنفس التنفس عميق في كريدة مريم للتنفس بيحكي عن واحدة بسيطة واللي هي تمرين 2-1-4 للدكتور إبراهيم الفقي فكيف يعني طريقة هاي التنفس بتاخدي نفس عميق وبتحبسي يعني لمدة ثانيتان بتاخديه النفس من الأنف وبتحبسي الهواء لمدة ثانية واحدة بيرواياك وبتجعب تطلعي بالزافير من الفم لمدة أربعة ثانية ومع الوقت فيك تضع فيهم هاي دول الأرقام فمسلا بصير أربعة اثنين ثمانية يعني بس تصيري متمكنة من هاي دا التمرين أكتر وأكتر فهي واحدة من الطرق للاسترخاء في طريقة كمان تستخدمي طريقة الاسترخاء الجسدي فبتركزي على كل جزء من جسمك مثلا بتركزي على ايديك اليمين بعدين على ايديك الشمال بعدين على اجلك اليمين بعدين على اجلك الشمال بتحاولي ترخيهم واحدة واحدة بيكون عاجات كتير متوتر وشايدة على حاله مش منتبه فعندي كمان الاسترخاء الزهنة وهي انك تفكري بشي بيبعث على الهدوء مثلا تفكري تتخيل تخيل هاي دا هون شغلي تخيلي كتخيل حالك مثلا قاعدة على شاط مثلا هاك قدام البحر عم تسمعي أصوات الأمواج فهيدي كتير كمان بتساعد على الاسترخاء فضروري ضروري تسترخي قبل ما تبلش يحفظ عشان تحفظي بسرعة يعني هاي دا كتير كتير بتأثر على الحفظ حتى الكاتب بيقول انه صفحة واحدة يعني وجه واحد بنحفظ خلال سبع دقايق حتى للا اعمارهم كبيرة صح هوني بدي احكي عن نقطة اللي بيقول انه انا صرت كبير بالعمر وما بقى احفظ متل وقت لك لما كنت صغير فهيقول انه ما دخل اللي كانوا يشتركوا معه بالدورات اللي هو يعطيها اعمارهم كتير كبيرة سبعينات وثمانينات ويحفظوا السرعة من الشباب فما حدا يحط العمر كعزر يعني فهيدي اول نقطة دايما نستخدميها قصة الاسترخاء قبل ما تبلش يحفظ يعني كل ما بتاخد معيك الا ديقتان ومع الوقت بتصيري يعني امهر فيها بالنسبة لثالث نصيحة هي تحاول تحفظ اكبر عدد ممكن من الحواس خلال الحفظ اول شي بس بدي اعتذر منكم ان دايما انا بستخدم صيغة المؤنس لما احكي يعني بوجه كلامي للاناس فالبعض عم بيضايق من هيدا الموضوع بس عن جد مش بايدي يعني كتير معودة على هيدا النوع من توجيه الكلام يعني للمؤنس يعني بتخيل انا دايما بتخيل انو المشتركين عندي هنا مشتركات يعني ما تتخيلوا كم مرة عدد تصوير هيدا الفيديو عشان هيدا النقطة يعني بلش حكي مضبوط بصيغة الجمع ارجع فجأة بلش احكي واجه الكلام للمؤنس يعني فعنجات ما اتقادر ارجع اصور اكتر من مرة عدده كتير يعني وحبي انو خلص صور الفيديو ونزلكون يلا انت اخرت فيه كتير فسامحوني عشان هيدا النقطة ححاول يعني اصير احكي بصيغة الجمع بس اوقات بنصح علي يعني بدي وقت لا حتى اتعود فوصلنا الى تالت نقطة واللي هي تحفيز اكبر عدد ممكن من الحواس خلال الحفظ فهون بيركز على نقطة كتير مهمة لكاتب وهي انك تنسكي المصحف لأعلى يسار العين اليسرى فحفارجيكم الآن الصورة كيف حتى تفهموها مظبوط هيدا هو الكتاب اللي اخدت منه النصائح واللي صلبتوا مني لاخصلكونيا فتقريبا فيه تعتبروا هيدا النصائح هني تلخيص له هيدا الكتاب فهني اهم الافكار اللي موجودة بهيدا الكتاب واللي حسيتها كتير بتفيد فهيدا هو الكتاب اللي عم بياخد منه هيدا النصائح فحفارجيكم كيف هيدا طريقة كيف تمسك المصحف خلال الحفظ مثل ما شايفين هيدا الشخص هون كيف ماسك القرآن كيف رافعوا لأعلى عين يعني هيدا هون العين اليسار هتكون هون كيف رافعوا بهيدا الشكل خلال الحفظ وراسك بيضل جالس يعني متى ميدي راسك مع القرآن فراسك جالس بس ايديك هي اللي بتحطيها متل ما هو عامل هيك هيدا الناس اللي بيكتبوا بيدهم اليامين فناس اللي بيكتبوا بيدهم الشمال لن يعكسوها فبدون يمسكوا المصحف هون لهيدا المائلة هيدا بيساعد كتير ع التذكر البصري بالحفظ فكتير بيركز عنه انه قطعوا بيقلكم انه ما تحملوا القرآن ما تحطوا قدامكم بالطريقة المعتادة فهيدي من النصائح كمان التطبيقية كمان بيقول انه عشان ندخل عدد حواس اكتر كمان تحفظي بصوت مسموع يعني ما تحفظي بقلبك اقري بصوت مسموع انت تسمعي مع ترتيل كتير بيساعدك هيدا على التذكر السماعي ويقول لك احفظي كمان سطر سطر لانه العقل بيحب التحديد يعني مثلا اللي عندك صفحة 15 سطر عندكم صفحة 15 سطر حفظوا سطر سطر يعني فيكم تزيدوا كلمة كلمتان حتى يكتمل للمعنى بس هيدا افضل من انه تحفظوا قاية كاملة مثلا وقت تكون قاية طويلة ممكن من اربعة اسطرة او اكتر يعني العقل بيحب انه يكون دايما عم يحفظ بنفس الوتيرة فاختاروا بلشوا سطر سطر كل ما تخلصوا من سطر بتنتقلوا للي بعده وبيقول كمان انه نركز النظر على الكلمات وبروية ويعني ما نستعجل بالقراءة يعني اطلع النظر يعني تأمل لكل كلمة انتي عم تقريه وبيقول كمان لما تجي تسمعي الحفظتي مثلا حفظتي اول سطر كنتي ماسكي القرآن بهذه الطريقة مثل ما فرجعتكم هلا لما تجي تسمعي السطر الحفظتي تطلعي لأسفل اليمين يعني بيقول انه لما تطلعي لأسفل اليمين وتسمعي هون بتكوني عم تشاغلي منطقت المشاعر والأحسيسي عم بتشاغلي الخشوع عندك فكمان هايدي الطريقة بتساعدك على التذكر أكتر وبيقلكم ما تنتقلوا من سطر لسطر إلا تكونوا ربطوهم ببعض يعني ما تحفظي سطر جديد وانتي الأسطر اللي السابقة حفظتيها مش ربطيهم ببعض فالربط الايات كتير مقدمة على حفظ ايات جديدة يعني هايدي من هام النصائح اللي لقيتها مفيدة بهيدا الكتاب بس خلوني قبل ما ننتقل على نصائح المراجعة فارجيكم هيدا الدايجرام بيوضح يعني وشارحوا بطريقة كتير واضحة فهيدول هيني موجات الدماغ الزبزبات يعني في موجات بتا والفا وثتا ودلتا البتا هي المرحلة اللي بيكون فيها الدماغ متوتر يعني بيكون في افكار كتير ومش هاي الفترة ما بتكون صالحة هاي المرحلة ما بتكون صالحة الحفظ والموجات الفا هون هايدي الزبزبات هون بحالة الاسترخاء هون هاي المرحلة الحفظ المثالية والموجات هتا هي اول فترة من النوم والنعاس هايدي كمان في واحد يستفيد منها بالحفظ بانو يشغل تسجيل يعني يسمع القرآن هوا نايم أول خمسة واربين دقيقة وموجات دلتها هي مراحل النوم العميق هايدي ما في استفيد منها بحفظ القرآن فهول هني الاربع مراحل او الاربع موجات بس حابة تفرجي لكم ايه هون لتوضح الفكرة واخر الشغ اللي بدي احكي عنا هي المراجعة المراجعة كتير كتير مهمة حتى اهم هنو الحفظ فهون بيقول انه لدراسات اثبتت انه 8% من حفظنا بننسى يعني بيتبخر خلال ساعة ل24 ساعة فلازم كتير نركز على هايدي الفترة بالمراجعة وحاطت انه المراجعات كيف لازم تكون بيقول انه المراجعة الاولى بعد ساعة ثانية بعد يوم الثالثة بعد اسبوع الرابعة بعد شهر والخامسة بعد ثلاثة شهر يعني هؤلاء المراجعات حطلنا بناءا على هيدا الجدول هون اللي بيحكي كيف بيفرجي كيف الحفظ بتحول لزاكرة طويلة المدى عبر الوقت فبما انه كمان القرآن يعني هيدا بالنسبة لكل المعلومات الممكن بدنا نحفظها مش بس القرآن يعني نستخدم هيدا الطريقة بس لانه القرآن يعني بتفلت كتير فبينصح انه تكون في مراجعة اكتر من هيك اكتر من خمس مرات فحبرجيكم انا كيف الطريقة المراجعة اللي حطيتها المراجعة الاولى قبل مرور ساعة على الحفظ هيدا هاي المراجعة بناءا على المعلومات اللي اخطتها من هون فلقت هيدا طريقة هي الانسب طريقة للمراجعة واللي هي حقمشي عليها يعني فالمراجعة الاولى قبل مرور ساعة على الحفظ مثلا حفظت صفحة لان اعتبر حفظتها الساعة خمسة الصبح فهيدا الصفحة برجع براجعة قبل ما يمرق ساعة يعني الساعة السبتة لازم يكون مراجعتها اول مراجعة وما بتاخد وقت يعني لما تكون حافظتيا كتير مجرعة ما بتاخد معيك وقت كتير سهلي وفيك تستعيني بالتطبيقات اللي بتكون فيك تنازليها على تليفونيك اللي فيكن تنازلوها على تليفونكن وبتساعدكن تغيري انه على سهولة الوصول للقرآن يعني بتغير تليفون بيديك بتفتحي على التطبيق وبتراجعي الصفحة المراجعة الثانية خلال اليوم بالسماع وعند أي فرصة متاحة فمسلا خلال اليوم مثلا ناطرين عند الدكتور اياشي انتو عم تعملوا عمالكن اليومية المعتادة اللي ما بتا كتير تركيز فيكن نضلوا تراجعوا هايدي الصفحة فكل ما تذكرتو حفظكن يعني كل ما خطر ع بالكن او لقيتوا فرصة بتراجعوا هايدي الصفحة وفيكن كمان تسمعوا تسمعوها يعني تشغلوا مثلا تشغلوا الريكوردر او عندكن التطبيقات على التليفون او عن طريق اليوتيوب او اي طريقة يعني موجودة سيدي عندكن على اللابتوب وبتشغلوا الكرآن خلال اليوم وبتضلوا تسمعوها وفيكن مثلا بيقول كمان بينصح انو الخمس صفحات تعود الاسبوع كله ضلوا تسمعوهم خلال هيدا الاسبوع فبتضلوا ينعادوا سماعا خلال هيدا الاسبوع الخمس صفحات كلهم هيدا كتير بيساعد على الحفظ والمراجعة الثالثة وهي كتير مهمة وهي قبل النوم فهاي صفحة كمان بتراجعوها قبل ما تناموا والمراجعة الثانية هي بعد 24 ساعة يعني ثاني يوم الصبح يعني حفظتوها اليوم مثلا الساعة 5 الصبح بكرة قبل ما تبلشوا بالصفحة جديدة هتراجعوها يعني هيدا يعني هي عن كلا احوال هتتعملوها هيدا مراجعة فاول ما تحفظوا الصفحة جديدة بتراجعو حفظكم القديم وهي بتعتبر من ضمن الحفظ القديم يعني هتراجعوها كمان فهايك بتكونوا راجعتوها يعني تقريبا شيء 4 مرات خلال 24 ساعة وبعدها حيصير هيدا من ضمن حفظكم القديم حتتتراجع معاكن كتير فهتتراجعوها يمكن كل يوم اول فترة وبعدها يعني مثل ما قلنا يعني ما حيمرو عشرة ايام بدون ما تكون تراجعت فتخيلوا ادي حتكون ثابتة ومتين يعني حفظ متين ان شاء الله فهيدا هي النصائح اللي كانت عندي اليوم شاء الله يكون الفيديو مفيد ومتين ما قلت لكون يعني مش خطة مثالية بس هيدا اللي قدرت انا وصله يعني باستعانة بالمعلومات اللي رأيتها واي شي اللي عندو عناصائح وعندو خبرة بهذا الموضوع حابب بيفيدني ويفيد المشتركين كلهم اكتبها بالتعليقات عشان الكل يستفيد والسلام عليكم